قد لا يوجد سبب أو ظرف يسمح لأستاذ بمعاقبة تلميذ بالضرب في الصف أثناء الدراسة. بل عليه أن يتبع في الظروف المثالية الأساليب القانونية التي حددتها إدارة المدرسة والهيئة التربوية في حالة حدوث أي تجاوز. إلا أن هذا لم يحدث في مدرسة طرانيس العرب الابتدائية. خلال اليوم الدراسي دخل مدرس اللغة العربية طلب من الطفلة بسملة. طلب منها الكتابة على السبورة. لكنها أخطأت في إملاء بعض الكلمات. فضربها المعلم بعصا على رأسها المسكينة. بسملة عمرها تسع سنوات وهي في الصف الرابع الابتدائي. بعد تلك الضربة ذكرت تقارير أن أحد المدرسين قد نقلها لبيتها بالتوكتوك. وبعدها فقدت الوعي. ونقلت لمستشفى السن بلاويين. تم تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة. لسوء حالتها الصحية. أكد أيضا التقرير الطبي لتلميذة. أنها كانت تعاني من نزيف داخلي بالمخ مع اضطرابات في درجة الوعي. ونقلت لقسم جراحة المخ والأعصاب بالعناية المركزة في مستشفى الطوارئ الجامعي. وبقيت بحالة غيبوبة لمدة ثمانية أيام. حتى فارقت المسكينة الحياة. النيابة العامة تدخلت ثورا. وأمرت الشرطة بالتحري حول تلك الواقعة. فأكدت صحتها. هنا مثلا تقول النيابة العامة. استجوبت المتهم فيما نسب إليه من استعمال القسوة مع الطفلة المجنى عليها. اعتمادا على وظيفته كونه معلما لها. أمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. وقررت المحكمة المختصة مد حبسه خمسة عشر يوما. وجار استكمال التحقيقات. عائلة الطفلة بسملة فجعت بوفاتها. بعدما ذهبت ابنتهم إلى المدرسة لتتعلم. فعادت إليهم بحالة صحية سيئة لتتوفى بعدها. والدها تحدث إلى محطة القاهرة والناس. واتهم الأستاذ والناظر. يعني مدير المدرسة بما جرى. المدرسة بدل ما يعمل لها أسعاف رفع رجلها الفوق حبس الدم في دمخة. وسع النزيف في دمخة ودخلها في غيبوبة. هذه نقطة. والمدرسة الثانية اللي جابها بعد أربع ساعات بالتوكتوك رمعها قدام البيت بدل ما سعفها على المستشفة. جابها رمعها قدام البيت وخذت التوكتوك ومشي. لا أرشي لنا حتى بنتك. الأصفال اللي معاه في الفصل هم اللي قالوا الأستاذ ضربه على رأسها ثلاث خطات. ولما رأي المباحث اعترب بنفسه. أنا خبطها ثلاث خطات. ولما أنا مسكت الناظر قدامي في المباحثة في النيابة. قاله والله يا ابنة أنا اللي شلت بنتك. وأنا اللي كنت بعمله أسعاف عندي في المكتب. ولما بنت شلتها وجرت به. قالت لها حبسوني. حبسوني وضربوني. إذن فيض من غيض كما يقال. سادة الغضب على مواقع التواصل وانتشرت التعليقات. هنا مثلا تدوين لي شبرة تقول. ماتت الطفلة بسملة. ماتت بضربة عصى على رأسها من المدرس. أي بشر هؤلاء؟. الضرب أصلا ممنوع. وحتى لو حتت ضرب. اضرب أو حتى لو تضرب. اضرب على الإيد. زي ما تعودنا. وإن كان دكا من خطأ. لكن على دماغها. أنت مش بني آدم. دي طفلة مجرد طفلة. أما هنا فاطمة فراج تقول. مش ممكن يكون فيه كده. ده إيه العام الدراسي اللي يبادي بكوارث ده؟. أما نشوف سيادة الوزير. حيعمل إيه؟. ما يفاروق. والمشكلة أن ما حصلوش حاجة. ما حصلوش حاجة غير تحقيق. ووقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور المفروض. يتحول لمحاكمة جنائية. الضرب مشاهدين ممنوع. والقانون المصري. يحضر بشكل مطلق في جميع مدارس المراحل التعليم قبل الجامعي. بما في ذلك مدارس التعليم الخاصة. إيذاء الطالب بدنيا بالضرب بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة كانت. ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التي تكفل تكوين الطالب وإعداده. قررت مديرية التربية والتعليم إيقاف المدرس عن العمل لمدة ثلاثة أشهر. وكذلك استبعاد مدير المدرسة. خرجت مشاهدين حشود كبيرة لتشهيع الطفلة بسملة في قريتها. بعد أن تسلمت أسرتها الجثمان. وذلك بعد انتهاء مصلحة الطب الشرعي من تشريح الجثة. كانت في انتظاري وصول الجثمان أهالي القرية وسط حالة حزن شديدة. شكرا لمشاهدة كاتراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها. اشتركوا في القناة